بسم الله الرحمن الرحيم و أكمل لنا يا ديننا بالهداية الحيدرية والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبل قاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا بابا نجاة الأما ويا عبرت كل مؤمنين ومؤمنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوزا فوزا عظيمة قال الراوي عليه الصلاة والسلام وندم أبا عبيد الله واشتري من عمر بن صعد آخرته بدنيا أستجير بالله أين عبارة المقتل سيد بن طاووس في لهوف قال وبدعاه إلى ولاية الحرب فلباه وخرج وخرج لقتال الحسين عليه السلام أربعة آلاف فارس وأتبعه ابن زياد بالعساكر لعنهم الله حتى تكاملت عنده إلى ست ليال خلون من المحرم عشرون الف فارس فزيقوا على الحسين عليه السلام حتى نال منه العطش ومن أصحابه وقام عليه السلام واتكي على قائم سيفه ونادى بأعلى صوته فقال انشدكم الله هل تعرفونني قالوا اللهم نعم أنتا اللهم نعم قالوا اللهم نعم قالوا انشدكم الله هل تعلمون نعم قالوا انشدكم الله هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد قائم قالوا انشدكم الله قالوا انشدكم الله هل تعلمون هل تعلمون ان هذا السيف رسول الله قالوا اللهم نعم الى قالوا اللهم نعم قال فبما تستحلون دمی فبما تستحلون دمی و ابی سلوات الله علیه اززاعد عن الحوز یزود عن رجال رجال یزداد البعیر السادر علی الماء و لبا الحم بید ابی يوم القیامه قالوا قد علمنا ذالک كله و نحن غیر تارکی که حتی تذوق الموت تعتشا لا اله الا اللہ فلما خطب هاوزه الخطبه وسمع بناته و اخته زینب كلامه بکینا و ندبنا ولطمنا وارتفعت اصواتهن فا فجه اليهن اخاه العباس و علی ابنه وقال لهما سکتاهن فلعامر لکثورن بکاؤهن قال الراوی ورد کتاب عبید اللہ ابن عبید اللہ علی عمر ابن سعد لعنت اللہ عليه يحثه على تعجیل القتال و يحذره من تأخیر والإهمال فرکب نحو الحسین واقبل شمر ابن زوجوشن لعنت اللہ عليه فناد اینبن اخت عبدالله و جعفر والعباس و عثمان فقال الحسین اجیبوهو و ان كان فاسقا اللہ اجبر اجیبوهو و ان كان فاسقا فانه بعض اخوالكم فقالوا ما شأنك فقال یا بنی اختی انتم آمنون فلا ما جئت به من امانکا یا عدو اللہ اتأمرنا ان نترک حسین ها دوالیوم قال الراوي فسألهم العباس ذلك فتوقف عمر بن صعد فقال له عمر بن الحجاج الزبادين والله لو أنهم من الترك والديلم وسألوا مثل ذلك لأجبناهم فكيف وهم آل محمد فأجابوهم إلى ذلك وجلس الحسين فرقدا ثم استيقزا وقال يا أختاه إني رأيت الصاعاه جد رسول الله وأبي عليا وأم فاطمه وأخ الحسن وهم يقولون يا حسين إنك رائح إلينا عن قريب وفي بعض الرضايات غدا فلطمت زينب وجهها وساحت وبكت فقال لها الحسين مهلا مهلا لا إله إلا الله بابي أنتم و أمي يا أهل بيت رسول الله مهلا لا إله إلا إلا الله كاربالا يا كاربالا لازلتك أربان وبلاء ما لقي عندك أهل المصطفى كم على تربك لما صرعوه من دم سال ومن دمع جزا جرايا وزيوف الفلات قفره نزلوا فيها على غير غري لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بعد السيف على ورد الردايا تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلايا يا رسول الله يا رسول الله لو عاينتم وهم ما بين قتلي وسبيل قتلوه بعد علم منهم إنه خامس أصحاب الكساء غسلوه بدم الطعن وماء كفنوه غير بوغاء كيف لم يستعجل الله بانقلاب الأرض أو رجم السماء يا كربلا يا كربلا يا كربلا يا كربلا يا كربلا يا كربلا إنه خامس أصحاب الكساء اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والناسر و مدفی عمره و زین الأرض به طول بقائه ارنطلعة الرشيدة والغررة الحميدة وجعلنا من اعوانه و انصاره